المترجم للقناة وأيضا هو رئيس مركز دراسات والإبحاث الدستورية وتحليل السياسات القادة التي سنناقشها هي مجموعة قضايا صح التعبير قضايا تتعلق أولا بالمهنة المحامات على خلفية هدى التوقف الشامل عن أداء مهم الدفاع من بداية من اليوم جمعة فاتح نونبير إلى أجل غير مسمى وأيضا سوف نناقش مع عدد من تطورات السياسية والحقية التي تعرفها بلادنا أستاذ إسماعيل أهلا وسلم ورحبا بك مرحبا بكم وشكرا جزيلا على الاستضافة في أنفس بريس الذي دائما في صلوب التحولات وكذلك في موقع أي تحول سياسي وتشريعي وحققي شكرا لكم شكرا للموصول لك دكتور أولا جيتنا من دين طنجة طنجة العالية وشرفين أنك تكون معنا ونحن في اليوم الأول من هذا الشكل النضالي والاحتجاجي الذي خضعته الجمعية المحامة المغربة المتعلقة بالتوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع هل من السهولة القيام بهذا الشكل الاحتجاجي؟ أولا نحن ممتون موقف غير مسبوق عمل غير مسبوق لأننا أمام سياسات غير مسبوق السياسات لا على مستوى موقف ولا على سياسة خطاب وكذلك على مستوى مجموعة من التعبيرات إذن هو موقف غير مسبوق ولكننا أمام سياسات غير مسبوق سياسات ترتبط بالمجال الشرعي هناك مخطط شرعي في خلق الجموعة من الضمانات الضمانات المسترية الضمانات الحقوقية الضمانات السورية طبعا وهذا يمكن أن نقول أنه ضمانات تخرق الوثيقة السورية التي جاءت بإبعاد جديدة جاءت بإبعاد ترتبط بأن القرى العام يجب أن يكون مشاركا بين الدولة والمجتمع كذلك المخرجات في المجال الشرعي يجب أن تأخذها بالاعتبار المبادئ التي أصبحت مبادئ اندسورية كضمانات حق الدفاع كالمساوات أمام القانون إذن نحن أمام موقف غير مسبوق ولكن بالمقابل أنه سياسات غير مسبوقة لأنها سياسات ربما فيها نوع من المساس بضمانة حق الدفاع نوع من المساس بحقوق التارقاتي نعمل المساس بمبدأ اللجوء المطلق للعدالة إذن هناك تهديد للمماثة المهنية للمانات المحاكمة الهادرة تهديد أيضا لأجيال المحاميات والمحامين الذين التحقبون هنا لا يمكن أن يقدموا واجبهم أمام العذالة وأمام القضاء بضمانات فيها مساس خطيف بالضمانات الدستورية هذا جانب الجانب التالي الآن نحن سننصدر ماذا سيقع الآن من اليوم أكيد أن من خلال النقاش العمومي والسياسي دائما نتحدث أن هناك آليات بالسورية ومؤسسات في مجال الحقوق الإنساني وآليات المؤسسات المضمنة في الوثيقة السورية الآن هذه الآليات وهذه المؤسسات موضوع اختبار هل القضاء الآن في إطار استقلالي الآن في إطارة نحن نتحدث عن السورة القضاء الآن سيتحمل مسؤوليته على مستوى ضمانة حق الدفاع لأن الحق في التقاضي حق يرتبط بالأفراد والمواطنين والمتقاضين في الأصل هل القضاء الآن كسلطة قضائها ستعمل على تعزيز هذه الضمانات بالجانب الآخر هل النياب العامة بأبعادها الجديدة المرتبطة بالاستقلال النياب العامة هل أنها ستعمل على تعزيز الضمانات المرتبطة بالحقوق والحذيات المضمنة في الوثيقة السورية والمضمنة كمجموعة من الأليات هل الآن سنكون أمام اختبار آخر يرتبط بمؤسسات الحكامة مؤسسة الوسيط المجلس الوطني حق الإنسان في دل هذه التحولات ممكن أن نقول اليوم نحن أمام اختبار سننتظر ماذا سيقال أدوي سؤال دكتور مليكا نتكلم على سد باب الحوار من قبل وزارة العدل ألا توجد أبواب أخرى من قبل رئيس الحكومة من قبل هذه المؤسسات الوساطة لنفرض أن المحامون ممثالون في الجمعية المحاملية هل يطرقوه هذه الأبواب عبادة؟ طبعا أولا المحامون قدموا مجموعة من الخطوات بدءا من وقفة أمام الضلمان وكذلك وقفة وقفات في المحاكم ولكن المحامون وصلوا إلى الباب المزدود الباب المزدود هو يقتدئ أن يتقدموا بخطوات أخرى من باب ماذا؟ من باب تعزيز ضمانات الحقوق من باب تعزيز ضمانات الحقوق والحريات فعندما نتحدث عن مشروع قانون المصطر المدني لم يعتمد على المقاربة التشاركية أكيد أن مجموعة المؤسسات والسلطة قدموا تقارير موضوعاتها حتى رئيات الدفاع قدمت تقارير موضوعاتها عقدت مجموعة من الندوات والمناظرات واللقاءات لم تأخذ بين الاعتبار ملاحظاتهم لا من حيث الضمانات ولا من حيث المرجعيات وهذا بطبيعة الحال يعتبر خرقا أساسي من أحد المبادئ الأساسي في الوثيقة التشاركية ومبدأ التشاركية خصوصا لأن التشريع هو شكل من إشكال القراءة العمومي لا يمكن أن نضع التشريع الآن يرتبط بالمنظومة القضائية يرتبط بالضمانات كيف نرؤي إلى القضاء بدون إشراك أقول بدون إشراك جزء أساسي من منظومة العدالة هو المحامين لأن المحامون دائما كانوا في قلب تحولات في الماضي واليوم وغدا لأنه لا يمكن أن نتحدث عن دورة الحقوق ودورة الحظيات والضمانات بدون أن يكون محاميا في قلب أي تحول شريعي في قلب أي تحول قضائي طبعا كما قلت أنه عملا غير سبوك لأن هناك السياسة غير سبوقة على مصور المخطط شريع طبعا أكيد على أن الآن ما زال هذا المشروض قانون المسطرة الشدائية في المسطرة المدنية في خدم المسطرة البالعمانية ما زال أمامنا الغرفة السابق ولكن هناك آليات أخرى آليات تثبت أولا باللجوء إلى المحكمة التسوية من خلال مقتدائي الفاس من ثلاثة سورة كذلك اللجوء إلى مقتدائي الفاس 95 ودستور ما يسمى بالاعتراض الملكي أو ما يسمى دستوريا باللجوء بالطلب القراءة التانية الجديدة وهي آلية جديدة قبل تنفيذ القانون وتضمينه بالجريد الرسمي سبحانه في دنيا في نظرك أمام هذا الإغلاق بحوارها نحن أمام شخصنا لهذا الأمر وبعدك يقول به أنه شخص الوزير الوزير الحالي وزريبي وهبي يعني يمنع بشكل شخصي أو شخص ذاتي هذا الحوار أو تراجع عن هذا منصرة المدنية أنا أدى في اتجاه فرضية أن هناك سياسات سياسات لا تأخذ بعين اعتبار موقع المحامات وموقع المحامين داخلت المنظومة العدالة ودى طبيعة الحال ليس هو نتيج اليوم ولكن هناك مسلسط طويل بدءا من نفاذ المقتداد سوء 2011 إلى حدود لحظة من 2011 إلى 2014 تم صدور مجموعة من قوانين وتشريعات هناك تشريعات متعددة هناك قوانين تنظيمية متعددة المحامون لم يكنوا في قلبي هذه التحولات هل أنهم غيبوا لأسباب لسنا لسوا أدري أو أن هناك كانت سياسات ترتبط بإعطاء بعدين جديد لمحامات ولكن المحامات في الأصل المحامات في الأصل هي قبل أن تكون تقديم مذكرات ومرافعات ولكن هي رسالة عندما نتحدث عن الرسالة نتحدث أن المحامات موقف محامات رائع وهذا طبعاً إذا ذهبنا في تاريخ المحاكمات وتاريخ التحولات التي وقعت في المغرب تاريخ الانتهاكات الجزيمة أو تاريخ المظالم ما وما أصفر عنه من تجربة العدالة الانتقالية وهيئة التحكيمة المستقلة وتنصيات هيئة الإنصاف المصاحة التي أصبحت جزء كريم منها داخل الوثيقة السورية من كان في قلب هذه التحولات؟ طبعاً المحامون وقباء هذا جانب في الجوانب المتعلقة بالقضية الوطنية قضية السيادة من كان في قلب التحولات؟ المحامون في التحولات في المجال بانتقال من دولة القانون إلى دولة الحقوق والحيات دولة تحصي احترام السورة وفصل السورة والسكرة السورة القطائية والسكرة النيابة العامة والسلسات الحكامة من كان سباقاً من دفع فعال الاتجاه لكن اسمحي دكتور يعني من كان تكلم عن هذه المرحلة جميل من سرجاتها من كان تكلم في هذه المرحلة هذه كان واحد تشد جذب بين المحامين من خلال جمعيتي المحامين من خلال النقبة والدولة في ذلك العصر دي الانتهاكات الجلسية من الحقوق إنسان عصر زمن الرصاص ولكن ما وصلناش لهذا الاحتقان اللي كان الان بين المحامون وبين الوزير كما قترى هذا الشكل مسبوق أنه توصل الواحد الأمر أنه يكون تقاطع الجلسة بسفة نهاية هذا الشكل ما كان شفوح الزمن للمواجهة لأن هناك سياسة غير مسبقة المحامون لهم إشكال حقيقي أي ما هو المخاطب من سنخاطب هل سنخاطب السلطة القضائية هي سلطة مستقلة هل سنخاطب الجهات التي لها السلطة تنفيذية على مسود شريع يا وزارة لاد إذن ليس هناك مخاطب هذا هو الذي جعل المحامين والمحاميات من خلال مؤسساتهم ومن خلال جميع هيئة المحامين بالمرض يلجأون إلى هذه الصيرة ولكن هي صيرة مشروعة لأن ليس هناك مخاطب وليس هناك كذلك الضمان إذن المحامون اليوم يتوقفون اليوم من أجل بعدها من أجل عذالها من أجل رسالة المحامات من أجل الحقوق والحريات حقيقة أن المواقف الصعبة هي التي تخدم المسقبل في اللجوء المحامون اليوم هناك عودة الروح للمحامات عودة الروح إلى رسالة المحامات عودة الروح كذلك إلى موقع المحامات داخل المنظومة الدستورية والقضائية طبعا عندما نتحدث عن المشاريع القوانين هناك مشروع قانون المسطر المدالية هناك مشروع قانون المسطر الجنائلة وحيلة من جديد على أمان العمل لحكومة هناك مقتلية أخرى ترتبطوا بقانون المهنة ترتبطوا بالقانون التنظيمي بالشأن الإدراء وترتبطوا بقوانين ترتبطوا بينظومة العدالة حقيقة هناك عمل برد أماني حقيقة هناك مؤسسات الحكمة من خلال تقير بوضوعتها ولكن يبقى المحامي المحامي هو الذي يعمل على إعمال هذه الضمانات المحامي هو صوت الحرية داخل المجتمع أي طبيق وأي مساس بواجب المحامات أمام العدالة وأمام القضاء هو مساس بالعدالة ومساس بالحقوق والحفيات وتحول نوعي في الوثيق الدستوري التي أعطتنا أبعادا جديدة نعم لو سمحت الدكتور نتقلوا ولكن في نفس السياقة الآن كي نتخدم شدوا لذلك جد بين المحام والوزارة العدل وقع هذا التعديل الدستوري أو تعديل الحكومي الأخير يعني أنتم طب الحلغة نتكون معك الآن القبة عادية لرئيس مركز الدراسات والأبحاث الدستوري وتحليل سياسي يعني في نظرك شنو الداعي لهذا التعديل الحكومي وهل أدى مهامة مقارنة بالنظر لهذه البروفيلات الجديدة لتساعدات الحكومة إذن فيما يتعلق بالتعديل الحكومي هو يدخل في مجال المشرك بين المؤسسات الملكية ورئاسة الحكومة طبعا هناك ممكن أن نتحدث عن ميسومة بالأفر الدستوري إن أن التعديل زمن التعديل وطريقة تشكيل الحكومة يتبطوا بدول المؤسسات الملكية طبعا الآن هناك تعديل حكومي يرتبطوا بإعفاء سبع سبع وزراء يعني وزراء واثنين من الوزراء منتدابين كذلك هناك 15 يعني 14 وزيران إما وزراء وإما كتاب دولة ومنتدابين إذا الهدف من هذا التعديل هل أم يتعلق بالتقاليد السورية أم يتعلق بالشعاد السياسي هناك تقليد السوري أكيد يخدع المقتديات الفاسبعة وبعيد 88 من السور ولكن هناك شرط سياسيا إذا لاحظنا في طريقة تشكيل الحكومة يدخل عليها ببعض التضامة الاجتماعية ويدخل على نظام الاستثمارات والتعزيز بعض المؤسسات المتبطة بالدول الاجتماعية السؤال الذي يطرحه الآن هل هذا التعديل الحكومي الآن خلق رجلة سياسية لحياة سياسية المهارية هل تعديل الحكومي الآن من خلاله ربما يخلق ديناميك يخلق نقاشا عموميا على مستوى السياسات الشغية على مستوى الإجراءات طبعا هذا يقتدي وقت من قيم مؤشرات هذه التحولات إذا التعديل الدستوي جاء من باب ماذا أولا هذا الحكومي تعديل حكومي أولا جاء من باب هناك شرط سياسيا جاء من باب إعطاء بعد جديد للعمل الحكومي خصوصا بالقضايا المرتبطة بالبعد الاجتماعي وجاء أيضا من إعطاء ديناميكية سياسية حقيقية في الحياة السياسية المغربية لأن ماذا ينقصو الحياة السياسية المغربية ينقصوها نقاشا عموميا سياسيا حقيقيا ربما هذا هو المفتقد الآن في إعلاميا ومجتمعيا هذا النقاش السياسي لأن أي مؤشر لدولة الحقوق والحريات وأي مؤشر أنها دولة ديمقاطية للكوية هو مؤشر أن نقاش العموم لأن هناك مجموعة من القضايا قضايا تتصابدوا بالواحدة المغربية سيادة المغرب على أقاديمية الجنوبية قضايا تتصابدوا بأبعاد جديدة لعلاقة المغرب مع فرنسا أبعاد جديدة تتصابدوا بموقع المغرب في المجتمع الدولي أبعاد جديدة تتصابدوا بتحولات داخل المجتمع تحولات النقاة والطبقة الوسطى أبعاد جديدة تتصابدوا أن لا يمكن أن تكون هناك سياسة إلا بالقانون إلا بالشاهد إذ هناك قضايا حقيقية قضايا تتصابدوا بالوحدة الوطنية أكيد أن هناك تحولات تحولات عميقة جدا هناك أبعاد جديدة للوحدة الوحدة التصابد الوطني وهنا نشير فيما يتعلق بمحكمة العدل الأوربية عندما قضت بتلك القرار لا بد أن نسجد بعض الملاحظات أن قرار محكمة العدل الأوربية يمكن مبراجعاته لأنه له منطق خاص ولكن السيادة لا يمكن مبراجعاتها سيادة المملكة المغربية لا يمكن أن تكون موضوع مراجع وأن تكون موضوع تليل وهذا ما لاحظناه خلال كلمة السيد الرئيس البرلمان عند جاء السيد الرئيس الجمهوري الفرنسي ماكرون عندما أكد رئيس البرلمان قال على أن الوحدة التصابد هي قضية مقدسة وقضية وجود كذلك جلت الملك في افتتاحه البرلمان أكد نقطة أساسي جواية هي القضية الوطنية أصبحت الآن القضية الوطنية قضية أولوية أولوية على مستوى المجال الدبلوماسي على مستوى النقاش الأمومي على مستوى بحث عن علاقات وبحث دبلوماسي جديد إذن ممكن أن نقول على أن الحياة السياسية المغربية موجودة فيها قضايا عمومية متعددة إذن لا بد أن نفتح نقاشا جديدا بأبعاد جديدة بنخاب جديدة بدبلوماسية جديدة بكفاءات جديدة فيما يتعلق بقضية الوحدة أنا كنقول القضية الوطنية القضية توربيه هي أننا لاحظنا بأن خلال الزيارة الأخيرة دي الرئيس الفرنسي إيمانو الماكرون تكلم على هذه النقطة وكانت هذه الرسالة الأبرز داخل النقاش السياسي عندنا في المغربية في نظرك كيف ممكن في السرعة التحول إلى تحول الفرنسي في الموقف ديلا من قضية السحراء المغربية لأن فرنسا ليت قيبا عقد من الزمن كان يطرى عليه نوع من الترتد وكانت تتنسك بعقيدة ديبلوماسية تقليدية من خلال خطابات الجالات المالك حدد معيار أساسي على مستوى علاقتي بالمجتمع التوري أنا قضية السحراء قضية أولوية وبالتالي على قضية معيارية وهي من دار التي نضره بموقف من دار أي علاقة ديبلوماسية طبعا الجمهورية الفرنسية قامت بمجموعة من الملاجهات وهذا نلاحظه بالأمس المندوب الفرنسي في المجلس الأمن أكد من قبائة الجمهورية الفرنسية التي أكده في هذا الأسبوع إذن نحن أمام عقيدة ديبلوماسية جديدة لفرنسا تجاه المكان المرحبية هناك اختيار هناك اختيار استراتيجي هذا الاختيار كان بناء على ماذا؟ كان بناء على نوع من مستلسل العمل مستلسل التحالفات إعطاء أبعاد جديدة لقضية الصحراء التي هي قضية وجود وقضية سيادة وقضية داكرة وقضية طريق إذن الآن نحن أمام قضايا متعددة في المجال الأمومي تقتلئ أن نفتح فيها نقاش من أجل ماذا؟ من أجل تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم من أجل تعزيز ثقة الأفار المغاربة في السلط من أجل جعل قضية قضية مغاربة كل مغاربة يجب أن يساهموا في هذا الموطوع أن يساهموا في موضوع العمومي المرتبط بالسياسات العمومية وأن يساهموا في الموضوع الذي يرتبط بوجود المغرب ومسق باله ومسق بالأشيال نعم دكتور اسماعيل جباريك شكرا جزيلا لك شكرا لكم أيضا كنت معنا في هذا اللقاء من ضيف وقضية وتناول في مجموعة هذه النقاط استسماعيل شكرا جزيلا لكم مرة أفرح شكرا لكم وقل توفيق إن شاء الله شكرا مرحيلا شكرا 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 شكرا